اشتركوا في القناة 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 الفيديو واحد الفيديوهات الثانية شنو هدف منها يعني ايه بالنسبة لك عبدالله يعني يمكن عزيز عرفنا ان هو يبينشر رسالة من خلال الكلام اللي قاعد ينشرها كثقافة في السوشال ميديا انت من ناحية الاخراج هل عندك رسالة بتوصلها لي بعض المخرجين ان فعلا احنا كشباب نقدر نحنا نخرج ونسوي اشياء ان احنا فعلا عندنا هواية وطاقة والله هو اكيد في رسالة بس انا اللي حين ما تعمقت وايد بالنوضوع ولده شيء تبعمقه عشان ان مثلا اوصر رسالة معينة يعني كل فيديوهاتي والاشياء اللي انشرها وحطها بالسوشال ميديا وبانستجرام كانت عبارة عن سفرات روحاتي الاهل ييات مثلا شاليه ما شاليه انا طالب امريكا كنت ادرس بامريكا فهم كنت اصور لما طمع الشباب كله يعني عامة كانت طلعات وناسا مع شاوه مع الاحل اما الحين اول فيديو سوينا انا وعبدالعزيز وان شاء الله ستسوي هواية اكثر ان شاء الله ايه والله تعاونوا مع بعضه وعنده هواية وانا عنده هواية والحمد لله اتمنى ان نشوف مثل هالشخاص اللي فعلا كل واحد عنده هواية يربطون هوايتكم مع بعض طلبون نتيجة تعاون شيء حلو اخذوا جلت نظركم الاثنين بالبداية معاك عبدالله احنا كشباب اليوم ايه ايه اش كثر حجم المسئولية اللي احنا لازم نتكفل فيها واجبة علينا هذا اليوم والله انا عن نفسي اشوف مسئوليتنا وايد كبيرة لان احنا تقدر تقول نقدر نوصل رسالة بطريقة اسهل وبطريقة مثلا عصرية يعني الحين احنا بهالوقت بهاليوم زمن سوشال ميديا ايه زمن سوشال ميديا نقدر نوصل رسالة اسهلة يعني مثلا سوينا الفيديو هذا ايه سوينا فيديو هذا الغزو العراقي على الكويت وانتشر بشكل كبير يعني صحيح وانتشر وايد اكثر من شركات بدون ذلك رسامي شركات والشيدي سووا فيديوات بس ما لا يعني انتشر وايد لان عرفنا شون يبون يعني من الاخراج انا عندي الاخراج اعرف مثلا اللي يبيشوف الفيديو شون يبيشوف شون يبيشوف شون يستمتع يقول ما شاء الله هذا شي قوي وهو من ناحية الكلام من ناحية شون يوصل رسالة وبي طريقة فعنده هو فاشوف ان احنا بيدنا نقدر يعني نوصل رسالة بطريقة وايد اوضح وبطريقة وايد احسن ممتاز عزيز قبل ان اخذ وجهة نظرك في نفس الموضوع بس يمكن قاعد نحاول نحط الفيديو ولكن اذا ما قدرنا نحطه نبي نعرف نوصل لي كلمة اللي تابعنا شون يقدرون يكتوب باليوتيوب بحيث ان يقدرون يحصون الفيديو اعتقد كان اسمه البيت القرين او انا ناسي بعشو يطلع لكم شون هو العلام بالضبط او الوحدة الوطنية رايح يحصون الفيديو اي انا ناسي شون اسمه بيوتيوب بالضبط ممتاز بالنسبة لوجهة نظرك انت شخصيا عن دورنا احنا كالشباب المسؤولية اش كثير اليوم حجمها علينا شوف كل شخص بالمجتمع لا يعني حقوق ولا واجبات يعني ما نقول مثلا الكبار بس هم اللي عليهم الواجبات ان يقدمون لا حتى الطفل حتى الشباب كل واحد بس لا شي معين لازم يقدم فالشباب اليوم هم الشريحة الاكبر بالمجتمع وهما خنقول اللي يعني اكثر ناس يعرفون يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي صحيح فاذا كان في شخص عنده فكرة حرام انه يعني ما يسويها واذا في شخص عنده معلومة حرام مثلا يستفيد فيها او بروحها ليش ما يفيد فيها غيرها صحيح حاطين اغنية غديمة ومع فيديوهات فقط ومركبينها فيديوهات عن الغديوهات ما كان فيه نوع من ابداع لا حاولوا ان يوصلون شيء ولكن ما كان فيه ابداع ايه ما كان فيه انا شفت الفيديو حلو بس وين رسالة ما فيه يعني خلاص الفيديو انا ما استفدت ولا شيء فالحمد لله احنا الفيديو بس احنا اثنينة ترى اللي سويناه بس كان فيه فكرة وكان فيه هدف عن الوحدة الوطنية وصورناه ببيت القرين وصورنا ايضا اماكن اخرى دقيقة فهذا عمل بسيط لكن شوف لا تأثير كبير كل واحد يقدر يسوي تشديه اكثر يعني هذا ولا شيء فيه الناس يقدر يسوي اكثر من تشديه عبدالعزيز الحين انت مثل ما تشوف اليوم البعض يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي وغير هادف انت شنو دورك او شنو تقول عن هذين الناس اول شيء دور خنقوله المثقف او الكاتب سواء شخص يكتب مغالات بجريدة او شخص يكتب روايات او اي شخص عنده جمهور بالسوشال ميديا وحتى البرامج والمسلسلات هذي لكلهم دورهم لازم يكون تثقيف الجماهير هذا الدور الاول او ترفيه الجماهير او اثنينهم نفس الوقت ما منعك تتونس الناس ونفس الوقت انت تفيدهم اي انت تتونس نفس المسرحيات مثلا مفروض يكون فيها الاثنين في ناس فقط ثغاثة يعني اما يكون هدفك هو كسب الجماهير فقط هذه المشكلة هذه فترة وانت خلق بعدها هذه سهلة حيل سهلة بس شنو سويت يعني بضرب لكم مثال في فيديوهات انا شوفها شخص مثلا ابو ريال كبير قاعد ياما بالسيارة يصوره بدون لا يدري يرعص بريك ويطيح يطيق راسه وينتشر الفيديو وملايين يشوفونه وضحك بس انت شنو وصار مشهور هذا يعني هذا من احد الناس اللي يستخدموا تواصل المجتمع بس شنو سويت انت وعندنا هني بالكويت يعني انا ما احبذك رسام العادة ما تكلم عن الناس بس عندنا بالكويت ايضا شخص يعني انشهر على شنو خالة ريال عود يستهب عليه يخرعه يطيقه يبربعه يضحكون عليه ومنتشر والناس يعني تضحك وطبيعي ان الناس راح تضحك على الشي بس مو طبيعي اللي هو اللي قاعد يسويه بخالة يعني عيب صحي هذا استخداء وسخري يعني لم تستحف فعلا ما تشاء هذه احدى الامثلة السيئة صحيح فعلا كل الشكر لكم على وجودكم معانا واتمنى انكم يعني تقدمون فعلا رسالة هادفة وتوعوية للمجتمع مشاهدينا مكملين باقي فقراتنا ولكن بعد الفاصل